خليني أسأل حضرتك عن فكرة المعلم اللي حضرتك ترحتها هي الوزارة ما زالت اسمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكن بتكلم عن المضمون الرئيس هلما رئيسي يتحدث عن خيار موازي اللي هو مثلا إعداد المعلم في الأكاديميل العسكرية موضع اللي كنت هقول لك عليه بقى قال لك إن أنا يعني أخده ست شهور أعمله برنامج تأهيل إنساني إن أنا في استراتيجية بناء الإنسان أعلمه يلعب رياضة أعلمه يصحى بدري أعلمه إن في أولويات في معاملة الطالب اللي يبقى مسؤول عنه أعلمه يعني ده كرس إعداد بني آدم قبل ما يبقى إعداد معلم وما بيتدخلش بقى في حتة الفنية بتاعت هندرس إزاي وهندرس إيه وكده صحيح إمتى بقى نأمل إن وزارة تربية والتعليم والتعليم العالي معاها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني تابع الوزارة الأولانية يبقى عندنا ده يبقى هي القائمة على اختيار المعلم بحياد مطلق لأن إحنا برضو خليه عشان نبقى صراحة الوزارة الأولانية بتاعت التربية والتعليم دي انتهكت من الإخوان انتهك غير طبيعي ومش عايزة أقول إنه مازال فيه يعني عندهم هوى تجاه الفكرة دي هو المدرس دايما كان بيسمى وأعتقد لزيل يعني بس بقدر على المربي ونقول المربي الفاضي وندين لهذا المربي يبقى هو بيربي وبيعلم هو مربي ومعلم إنما نكتفي بالشكل والشكل أوفد لنا ما أوفد من زارعي أفكار متطرفة وأفكار تحرض على عدم المساواة والتمييز وغيره من اللي إحنا عنينا كله وأفكار شكلية كلها كده حتى في العبادة في علاقة الإنزام بربنا حاجة كامل على الوش كده بره والعتب أبعاد دينية أبعاد سياسية أبعاد لا علاقة بالجشع والدروس الخصوصية وغيره دي حاجات تتنافى مع فكرة المربي الفاضي طب أنا لازم أعد هذا الشخص لأهمية دوره القصوى في المجتمع وبناء الإنسان والمجتمع كله لازم أعده إعداد يسمح له بإنفاذ مهمته بالشكل الأمس طيب الإطار اللي موجود دلوقتي لا يحقق هذا بالشكل الكفى وإيه اللي أبنخدع أنفسنا وحتى الإطار المادي يعني إحنا شفنا مهاتير محمد عمل إيه في ماليزيا لما خلى المدرس ابتدائي بياخد أعلى من الدكتور والمهندس والوزير في كل حت في كل دولة متقدمة هتلاقي نفس القصة دي نفس القاعدة اللي بيدرس للطالب الصغير في الحضانة مرتبه يساوي إن لم يكن أزيد من المدرس أو حتى أستاذ الجامعة أستاذ الجامعة ده أنه مسؤول عن النشق ده أنا شفت ده في فنلندا هقول لها ده تجربة فنلندا لأنها مهمة جدا هناك الدولة ويمكن لا تزال من الخمس دول الأوائل في مؤشر جودة التالي إنما الإطار لا يحقق الهدف طيب هل نملك رفاهات الانتظار ونحن في حرب على الإرهاب وحرب تمثل هوية المصرية الحقيقية ولا يبقى فيه علاجات مؤقتة أتصور أن الفكرة اللي تم تطبيقها واللي أشار إليها السيد رئيس النهاردة كانت في إطار العلاج المؤقتة لكن إذا تعاملنا هو الرئيس تحدث اللي عنده أفكار يقول تمام؟ إنما مع الأسف المجتمع المصري غير قادر على إنجاب أفكار كافية لمواكبة الحداثة الجارية في المؤقتة وده موضوع التاني بقى لأن المجتمع لا يشطلع فلاسفة ولا مفكرين وأي دولة فيها تغيرات كبيرة بتحصل لازم اللي بيأخذها في الأول المفكرية فده ممكن يمشي بشكل مواقع لكن الإطار اللي بيتم فيه إعداد المعلم لازم يكون منه فيه كده بيوفر هذا الإعداد المتكامل للمربي مثل ما هو للمعلم طيب